بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد دي الوحدة الاثناشر يعني آخر وحدة هنحلها مع بعض في الشهر ده من كتاب ايوان تريجر هنوقف ايوان تريجر بعيدة الأيام اللي احنا فيها دي لحد ما نبدأ في شهر خمسة ونكمل وفقا للجدول اللي نزلناه الوقفة دي هتكون في مصلحة الناس المتأخرة انها تنجز نفسها وتلحقنا رجاءا وانداء عاجل لأي حد سايب حاجة ما خلصهاش انجز نفسك وخلص لان احنا بمجرد ما نخلص الكتاب الكتاب ايوان تريجر هنحط مكانه مذكرات انا عملتها على كل وحدة المذكرات زي مسلا مذكرت الواحدة الخمسة اللي انتو خدتوها قبل كده وانح محلتهاش لحد اللحظة دي وانا متعمد محلهاش بحيث ان احنا لما نخلص الكتاب نجيب من الاول بقى بس احنا لما نجيب من الاول هنجيب من الاول افكار ارخم من الى احنا حالناها قبل كده وهنتعرض للأفكار السهلة والصعبة لان الامتحان ما يكونش افكار صعبة بس اكيد الامتحان ده خليط من السهل والصعب انا شغلي الشاغل اللي من دول بجمع الافكار الغريبة اللي في الكتب بجمع افكار من دماغي واكتبها علشان حضرتك لما تحلل لك مثلا 100 جملة على الوحدة الأولى تاني ومية على الوحدة التانية فما اعتقدش ان انت هيكون في حاجة عادة منك ده لو انت التزمت معانا وماشي كويس لو انت ملتزمتش والدنيا فاتت منك يا ريت انت رسا قدامك وقت انجز نفسك تعال نبدأ بسم الله اول سؤال بقول لي لازم تحضر حفلة اختي ضروري جدا وعد اخر يبقى اسمها ايه دعوة عالي تفهم ان مش كل مصد هتقابلك ده الزام انت بترجب الجملة وتشوف سينجلس الجملة ايه في التانية بقولك لازم تنظف قطك قبل ما تخرج بره مع اصحابك ده كده امر الاب بيقمر عياله طب الثالثة درايفرز اند بسينجرز اوف موتور سايكلز ماست وير هلميتس اللي السوئين بتوع العربيات والمدراجات بتوع الموتور سايكلز الدراجات البخارية يعني لازم يلبسوا الخوزة فهذا معنى ان ده قانون لازم تلبس ده قانون يبقى رقم بي رقم اربعة يو تو باي تو اخد انت بلك من تو باي اتيكت بفور يو ترافل قبل ما تسافر وكونها مضارع فانت حضرتك هتستبعد هاد لان ده ماضي ملناش دعو بيها وما ينفعش شد وبعدها تو وما ينفعش مصد وبعدها تو واخد انت بلك باقي معاك مين اصبح معاك هاف ولهاف تو يعني سيكون لزاما عليك انت اشتاية تذكارة قبل ان تدخل الحفل طيب بعد كده رقم خمسة يقول لك يعني يا عمي بيضايقني هو انا لازم البس لما تلاقي الجملة فيها تزمت وزعل وغضب كده يعرف انك محتاج مصد في السؤال واحد عمال مثلا يصفر جنبك وانت عايز تقول له هو انت لازم تصفر يعني فتقول له مصد يو وصل واحد بيستخدم قلمك وانت متزمر وزعلام الموضوع تقول له مصد يو يوز ماي بين هو انت لازم تستخدم قلمي وتقول له بالطريقة كده وانت بتعمل فوقك كده ستة احنا اشترنا منزل جديد والله لازم تيجي تشوفه عشان خطري دي كده عزومة او دعوة والدعوة باخد برضو معاها مصد دايما فقولك انا كده بقى اولحو عليك انك تعمل الشئ ده رقم سبعة مستر انت شايف قدامك ولا مش اخد بالك لا اواخد بالك طب انت اخد بالك او طب ايه الموضوع يعني يا انا هستبعد مصد وهستبعد شد ماينفعش اخدهم ده رقم واحد انت بتقول بقى الطلاب كان المفروض ينجحوا في الامتحان قبل ما يدخل الجامعة ولا الطلاب يجب ان ينجحوا في الامتحان ده مدارع وبالتالي هناخد هاف طيب رقم اه تمانية زي ليف زي سكول يستردي يستردي ده ماضي وبالتالي هنقول زي هاد تو كان المفروض يمشوا ويسيبوا المدرسة اه بالامس رقم تسعة اه فاصبح معك مصد عشرة الاسبوع الجاي ان شاء الله سنقرأ ملخصا عن الكتاب باللغة الانجليزية يبقى ممكن طيب انت في الجملة بتقول لي ان هي يجب ان او كان يجب ان تساعد زوجها بالعمل في المكتب يبقى شي هاد تو طب ليه ما تقولش يجب ان طيب مدارع يعني وحشة لا اما هنت حضرتك عارف ان قدامك شي فدين مفروض كتبها needs ودين مفروض كتبها has وبالتاليح نستبعدناهم هما الاثنين وعشان كده احذر انك تحل وفقا للمعنى فقط جوز المعنى للقعدة لازم 12 الكتاب ده عن فتاة يجب ان تسافر للفضاء الفتاة مفرد يا مستر صح يعني مفرد يعني تفيدني في ايه المعلومة دي هتفيدني ان انا مفروض كنت اقول needs to اقول has to فعشان كده احنا شلناهم هما الاثنين طيب was ما ينفعش يجوز والمصدر بعدها كان مفروض نقول was to يعني كان ينبغي انا واصبح معاك هنا must i not remember to email my cousin today it is his birthday يا ايد ميلاد النهاردة لازم لازم ابعت له جواب اقول له الف الف مبروكة عيد ميلادك يبقى i must طيب سؤال اسمع من الكلمتين دول لما قولك لازم اعمل حاجة فرانية والحاجة دي مش قانون ناخد مصد ايه مسلا مقولك انا لازم اشرب شاي وفيه قانون بقولك اشرب شاي ما تشرب ولا متشربش انت حر يبقى i must drink tea طب لو القانون بقولك انك لازم تشرب كوبات شاي الصبح القانون بقول كده يبقى i have to طب 14 في انجلترا الناس معظم الناس لازم يشتغل لحد ما يبصروا 67 سنة لان ده قانون البلد يبقى i have to طيب رقم 15 بص يعمل حاجة لو انت عايز تنجح في الاختبار فانت لازم انت محتاج انك تتدرب shall you shall get ولا out out عايزة to فهنستبعد هتعاني شي اللي ما ينفعش كده هنستبعد out طيب اصبح معاك ند to تنفع و manage برضه عايزة to يبقى انت كده هتقول لي انت يجب ان تفعل او you have to get you take it as soon as you get home this is very important الموضوع ده مهم جدا يعني لازم تعمله يبقى you must طيب رقم 17 you be 17 to drive a car in england it's a low انت عشان تركب عربية حضرتك فانت لازم يبقى عندك لازم تبلغ من العمر كذا يبقى المفروض نقول you must ولا have to you must انا بقول لك انت لازم تبقى كده يبقى you must عشان انا بكلمك واقول لك ده قانون في البلد طيب رقم 18 بيقول لك you try some of this cake it is delicious الكيكة دي طعمها خطير لازم تجربها يبقى انا بعزمك والعزومة دايما تاخد معها مصد 19 20 you put the newspaper on the oven it might burn هتتحرق لو حطها فانت ممنوع تعمل كده يبقى you mustn't طب يفرض هو حطها هتولع مدام الحاجة هيحصل فيها مشكلة يبقى ناخد مصد 20 طارق take the bus to the bar we will take him هناخده معنا في العربية فمش محتاج يركب اوتو بيس ولا كده فعشان كده needn't وكان ممكن نقول 21 you park here it says no parking اليافتة بتقول لك ممنوع تركن هنا فانت الراكنت الضابط هياخد العربية وهتتضرب ويبقى مشكلة فمصند ومدام في عقوبة تاخد مصند 22 you park here على فكرة في مكان احسن فانت مش لازم تركن هنا يعني طب لو ركن عادي يبقى you don't have to bark don't have to فين don't have to مفيش to يبقى مفيش don't have يبقى needn't وانتبه انك انت هنا كان ممكن تقول don't have to أو you needn't bark أو you don't need to bark يبقى ركز don't need to don't have to لكن needn't معهاش to 23 we walk to the bark the bus goes there احنا مش محتاجين نروح المحطة ما هو كده كده اصلا فيه autobase يبقى we don't have to وبرضو we needn't walk we don't need to طيب يعني رقم اي don't need لو معها تو كنا اخدناه you run next to the swimming pool you will fall over ما هو بص انت لو رجيت جنب حمام السباحة هتقع يعني فيه مشكلة يبقى مصند مدام فيه مشكلة هتحصل لو عملنا 25 you speak so loudly we are in the library احنا في المكتبة يا عم ما تزععش او كده ما تكلمش بصوت عالي معنى انك انت لو تكلمت بصوت عالي امين المكتبة هي روحنا احنا الكل يعني مصند you take photographs here it's against the law الكلام ده ضد القانون يا عم ممنوع تصور هنا يبقى مصند طب لو انت صورت في المتحف هيتردوك ولك روح you take photos here it's a military area المنطقة دي عسكرية لو انت صورت هتتضرب لما تشبع ضرب يبقى مصند 28 you come with me if you are busy بص لو انت مشغول مش لازم تيج معايا يعني عادي ولو جيت عادي مدامه عادي يبقى don't have to او don't need to او needn't 29 بيقول لك diabetic patients مرضى السكر to eat lots of sweets المفروض نقول mustn't eat بس هنا وجود دي هيخليك تسيب مصند خالص ونقول are not allowed to يعني لا يسمح لهم بان يتناول السكريات علي have brought food we already have a lot احنا عندنا اصلا طعام وعلي المفروض ما يكيبش طعام طب بيفرض علي احنا عندنا سمك وهو علي اشترالنا سائل لحمة هنحطها في الطلاجة عادي مفيش مشكلة مدام مفيش مشكلة يبقى needn't طيب لو قالك بقى علي not have brought food my father is angry بابايا زعلان من العملة السودة اللي عملها دي وهيكسر البتعة دماغنا يبقى مصند مدام في مشكلة we forget that tourism is very important for Egypt احنا المفروض ما ننساش النفس سياحة دي مهمة ولو نسينا هنضيعه يبقى صفر يبقى مصند you drive fast in the city center it's very dangerous يا ابني ما تمشيش بالعربية بسرعة في مركز وسط المدينة لان ده خطر طب لو مشيت هتموت لك اربع اطفال وسبع رجالة واربع واحدة حريم طب ليه واحدة لان البنات دائما محرصين ومركزين you take that train there is another one in ten minutes بص هو في قطار بعد عشر دقايق فانت يعني مش مضطر انك تركب عادي يعني استنى شوي يبقى you don't have to or don't need to or needn't maryum have to take her sunglasses because it was cloudy الدنيا كان فيها اصلا غيوم فماريم معرفش ايه اللي خليها تجيب النا الدارة ما كانش لازم تجيبها على فكر يبقى maryum needn't او maryum doesn't didn't have to طبعا انا قدامي هنا didn't have to يبقى didn't طيب كان ممكن يقول needn't have taken needn't have وتصنيف التالت طبعا طيب اذا احنا في 34 35 you cleaned دي بقى انت هتروح مباشرة على needn't have cleaned طب ليه مش didn't have didn't have to clean طب معناها بقى انت ما كانش المفروض تنظف الشبابيك ما هو في واحد بياخد فلوس وينظف انت عملت حاجة غلط the student is written all those notes all the information is typed for them ما المعلومات كلها مكتوبة يا جدعان انتو كتبتوا ليه يبقى needn't have written عايز لتو خبلك لما يكون معاك بست participle زي written اعمل حسابك انك عايز needn't have كريم was there when i arrived كريم كان في الحفلة لما انا وصلت so i send him a text المفروض انت كنت شابعت له رسالة ما هو كده كده جاه يبقى didn't have to اللي هي رقم ايه طيب she have worried because the book was very successful هي المفروض ما كانتش تقلق على فكرة ما كتب نجح اصلا يعني فعشان كده needn't have التصريف الثالث اللي هي رقم دي وده معناها ان هي كانت قلقة طب لو انت قلت لي didn't have to worry معناها المفروض ما كانتش تقلق وهي ما كانتش علانة we run to the museum because it was already closed when we got there نحن نجري للمتحف اصلا المتحف اصلا كان مقفول لما رحنا هناك فها رتنا مجرينا needn't have run اخد بالك رن ده تصريف الثالث needn't have post participle اللي هي رقم ايه she gone to school yesterday there wasn't anything useful هي راحت المدرسة مبارحة والمفروض ما كانتش تروح لان الموروح كان في الفوضي needn't have gun needn't have تصريف الثالث you have to add spices to the food as mother did that job ماما اضافت التوابل للابل فانت ما انتش لازم تحط يعني ما خلاص ما الموضوع خلصان يبقى المفروض نقول you don't have to ولا didn't have to ركز you have to add spices to the food as mother did that ماما عملت كده فانت المفروض ما كنتش تعمل كده يبقى you didn't have to رقم ايه يبقى you didn't have to add spices to the food انت ايه اللي خلالك تضيف ماما ضافت طيب وكممكن قول needn't have added رقم اتنين واربعين you purchased a new camera you already have a good one purchased دي معناها يشتري انت المفروض ما كنتش تشتري ما انت عندك واحدة يبقى you needn't have وتصريف الثالث يبقى you needn't have purchased عايزك تفهم حاجة needn't have with تصريف الثالث دايمن فانما تلاقي تصريف الثالث ما تشكش غير في needn't have ثانة واربعين you always question everything i say it's really annoying هو انت لازم تسأل على كل حاجة بقولها ايه الملل اللي انت في ده ده تزمري يبقى ناخد مصد hi his new novel is a نقط for all lovers of crime fiction روايته الجده دي الزام على كل محبي الجريمة يبقى مصد is amost عشان مصد الوحدة الاسم 45 the beauty of working at home is that you travel to work حلاوة الشغل من البيت انك انت مش مضطر مش لازم تسافر كل يوم you don't have to you needn't or you don't need to we were yet everyone got home safely احنا ما كانش المفروض نقلق ما الناس كلها روحوا ورية دي تصريف الثالث فمن غير التفكير needn't have with most participle it's a not it's a necessity it's a must من غير ما تفكر ويتقدر it's a must it's a necessity ركز في دي كويس to change your body shape عشان تغير من شكل جسمك you burn calories انت محتاج انك تحرق تحرق السرارات الحرارية i needn't to needn't to burn يعني ان بغي ان تحرق i wish i travel so much اتمنى ان نسافر كتير ركز انا في حاجات هنا هشطب عليها من غير ما افكر ولا اعمل اي حاجة اي هي انا عارف القاعد الاول قبل المحل انا عارف ان wish ما ينفعش بعدها اي تصريف اولاني فما ينفعش have to ولا ينفع can ولا ينفع am able التلاتة دول لازم استبعده مجرد محل الجملة دي وبالتالي اصبح معاك i wish i didn't have to travel so much خمسين بقولك there are few days اللي هما المهاجرين to work outside the camp المهاجرين لا يسمحوا لهم بان يعملوا خارج المعسكر يبقى are not allowed to ما ينفعش نقول should to ولا mustn't to ولا may to i wonder if you not do something to help me انا بتساءل اذا بإمكانك خد بالك احفز المصطلح ده i wonder if you could انا اتساءل اذا كان بإمكانك ان تفعل كذا it was too dark i was pouring with rain الدنيا كان مظلمة وكان الدنيا عما تمطر بكسافة at last we to reach في النهاية الحمد لله نجحنا في ان احنا نوصل يبقى we managed to we managed to لكن succeeded in i hate not get up early in the morning انا بكره اني اصحى بدري hate بعدها الفعل يكون مدفه ing having to get up early يعني اصدق اكره ان اولزم بالاسيقاظ مبكرا you wait here in this room until i return انت بص هتستنى هنا في الغرفة دي لحد ما رجع يبقى you should wait you ought to wait you are to wait are to d بتسوي should لما قولك you are to study and she is to study and i am to study كلهم بيسو اي should ويشدوا كده being younger than the others كونه اصغر من الناس التانين او كوني اصغر من الناس التانين او كوني اصغر من الناس التانين i always wear their old clothes انا دايما بلبس ما لابسهم القديمة يبقى i طب خبلك انت بتقول لي i always had to ولا ought اللي عايزة to shouldn't انت بتقول لي كوني اصغر فانا المفروض البس يبقى i had to طب ليه خدها ماضي ما هو الجملة معليش ماضي ولا مضارع بداياتا يعني لكن الاختيارات مفهاش اي حاجة تنفع اللي had to طيب بعد كده must you spoil everything هو انت رجم تبوز كل حاجة تمسكها كده he said these words to not me to break praise يوسني علي ولا criticize ينتقدني ولا blame يلومني بص في السؤال ما ينفعش غير do و does و did وبعدين have to فهينا هناخد do you have to هو انت لازم تعمل الشغنية دلوقتي ما تيجي نلعب طيب 58 you got to خبلك انت good دي تصريف تالت وتصريف التالت يعني عايز have has فعشان كده هناخد have you got to do this job now طب ليه خدنا have ما خدناش had عشان now مضارع 59 و خمسين و خبلك انت good دي تصريف تالت not i use your phone please لو سمحت ممكن استخدم موبايلك فهنا ده طلب والطلب باخد معامل may 60 i had instructions that i the door unlocked when i came home انا كان عندي تعليمات بتقول ان كان المفروض اقفد الباب والله الجملة كلها ماضي يبقى was to leave و كان ممكن قول had to leave طيب كده 61 61 بقول لك my father's job computer skills وظيفة ابي لا تحتاج مهارة الكمبيوتر needn't ما تنفعش طب ليه انت بتقول لي وظيفة ابي لا تحتاج الوظيفة دي غير عاقل فعشان كده doesn't need computer skills doesn't need يعني لا تحتاج طب استنى كده ايه الفرق بين doesn't need doesn't need to بص doesn't need to doesn't have to و needn't الناس دول معناهم لا يجب ان طيب needn't معناها مش محتاج فانت ممكن تقول لي the dog needn't water بعدها اسمع على طول من غير two طيب فانت هنا هتقول my father's job وظيفة ابي doesn't need لا تتطلب لا تريد لا تحتاج كذا ثاني ركز ثاني هقول بطريقة ثانية اسهل doesn't need يعني مش محتاجة لا يطلب لها طب needn't معناها لا يجب ان ينفي قول لك وظيفة ابي لا يجب ان كمبيوتر مهارة الكمبيوتر رانيا doesn't have to get up early رانيا مش لازم تصحى بدري it means that it is not to do بقول لك بص هي رانيا مش لازم تصحى بدري ده معناها ان الموضوع مش لازم تعمله يبقى it is not necessary او كان ممكن يقول it is not a necessity surgeons can operate on heart الدكاترة الجراحين ممكن يعملوا عملات جراحية القلب that means it is ده معناها ان الامر مدامه كان يعني possible ممكن وفي استطاعتهم people mustn't walk on the grass الناس المفروض ما يمشوش على الحشاش ده معناها it is unnecessary to walk on the grass مدام قال لك mustn't يبقى ده necessary not to do طيب رقم b it's necessary not to اه هي رقم b ركز ركز لما قول لك mustn't يبقى necessary not to do طب لو unnecessary بتسوي shouldn't اه رقم 65 it's not necessary for you to come early ركز انت بقول لك مش لازم تيجي بدري دي بقى ما تسويش must ده بقى معناها ان you needn't come early أو you don't have to come early أو you don't need to come early طب ما هي رقم c هي no you don't need بس في انتو 66 you mustn't park your car here في هنا your car here اه انت المفروض ما تركنش عربيتك هنا ده معناها انك مش مسموح لك تعالى نشوف you are not allowed to park your car here الاولى دي صح طب التانية you are banned to park your car here انت محذور from parking banned بعدها from you are obligated مصرح لك انتركين لا يبقى الموضوع كده اصبح رقم ايه فقط اللي صح وكده هنكون خلصنا كل اسئلة القاعدة هندخل بعد كده على الانتحان بقى الانتحان ده لو تست ستة اللي على الواحدة تحداشر واتناشر والفاصل السادس they wanted to know the maestery of the strange animal they had seen in the forest هما كانوا عايزين يستوضحوا سر ولغز يستوضح دي اللي اسمها clear up يعني يكشف او يستوضح she was not that if she did it again she would lose her job هي كانت ايه انها لو عملت حاجة تانية زي كده هتتحرم من وظفتها يتم تحذيرها يبقى she was warned وحزرت انها لو عملت كده تانية هتروح health is a matter of great not الصحة قضية ذات اهتمام عالي of great importance of great value of great concern انت عايز اسم يبقى concern concern دي اسم وفعل they were not to desist from carrying further experiments بقولك ان هما طولة منهم ان هما يجربوا خبرات اكتر يبقى they were asked مفيش اسكد they were requested طيب رقم خمسة is someone who thinks or talks in a way that suggests that they are they expect be unsuccessful to be طبعا فيه توبس مش ظهر في الشاشة الشخص اللي تلوه نهاري يقولك ان الحاجات ده هتفشل وانحنا كده كده فشلين ده شخص انهزامي defeat the stick اللي هو رقم ايه الشخص انهزامي هو اللي دايما يقولك ان الموضوع اللي احنا ماشيين فيه هيفشل وننجح there is a lot of snakes فيه سعبين كثيرة around here so we move carefully عشان كده احنا لازم نمشي بعناية ناخد بالنا وانحنا ماشي ده يبقى مصد the company made a great a in 2019 الشركة حققت نجاحا يبقى success his book اسمه كتابه اللي اسمه learned optimism is a not for really negative thinkers or people who live with them الكتاب ده ضرورة الزام الناس المتشاق منها تكره يبقى اسقى مصد مدام في اه فانت عايز مصد اللي هي الاسم رقم تسعة بقولك the book the book has been made into وطبعا تم تحولي قولي بعمل انتو ده مفاش نشكلة there is a not for greater economic cooperation between egypt and china هناك ايه للتعاون a عايزة بعدها اسمي is a must a necessity هناك الزام او ضرورة احتياجي بقى رقم b there is a need for هناك احتياجا لي وكان ممكن must وكان ممكن necessity 11 الاصحاب الشركات عايزين الناس اللي يمكنهم ان يفكروا بابداعية creatively انت عايز الظرف the union a strike but called it off at the last minute الاتحاد هادة ده بانه يعمل اضراب هادة ده يبقى naturally الى رقم c يعني معناها تتصرف بشكل ناضج the general has a partial withdrawal of troops from the area الجنرال اللي هو قائد اليش يعني امر بانسحاب جزئي طبعا تعرف ان withdrawal ده الانسحاب يبقى ordered امر بي كون الجنرال فهو بيؤمر young people need to be educated in new ways to be الشباب لازم يتعلموا بطولك مختلفة بطولك جديد عشان يكونوا مؤهلين للوظائف يبقى i that you buy a more powerful computer انا بوصيك انك تشتلك computer احسن من كده i recommend he has recently been to assistant manager تم ترقيته يبقى has been promoted promoted يعني رقية i don't know you do تعال بانشوف انا لا معرفش more people than fewer people than ما هو لو نفعت more اتنفعت fewer as many people as you do انا معرفش ناس كتير زيك تعال فكرة كممكن اقول i don't know as many people as you و as many people as you do طب ليش معنا دو تحديدا لان احنا بناخد هنا عكس على كلمة no اللي هي يعرف طيب كممكن اقولك i am not as patient as you are 19 scientists are still the results of tests العلماء ما زالوا منتظرين منتظر دي صفة you are still awaiting awaiting معناها منتظرين يعني مترقبين لي to be await يعني ان يكون مترقبا طيب رقم 20 the business could become less profitable or even could close down البزنس دي مقصوب بها الشركة اه الشركة ربما تكون اقل ربحا او الاسوأ من ذلك انها ممكن تقفل الاسوأ من ذلك اللي هي ويرس هند مقارنة we are working on narrowing the a between our points of view بنحاول ان احنا نضيق الفجوة الفجوة دي اللي اسمها gab وبرضو يقولك ان فيه gab بين الطبقات في المجتمع 22 of the three companies samsung is profitable من بين الثلاث شركات ثلاثة يبقى انت هتاخد زا موست على فكرة وهم اتنين كنا هناخد more ما كنا هناخد موست not apart from the fact that he has no qualifications Mr. Ahmed is not a suitable person to work here في المستدع ده quite apart from معناها لو ابعدنا النظر عن او اضافة الى اني مش هينفع المستر احمد ده غير مناسب بالوظيفة يبقى احفظ الاليام ده quite apart from the fact that يعني بالاضافة الى حقيقة ان coffee is the second item the second انت عايز تقول لي القهوة دي تاني اكتر حاجة مشتخدمة يبقى the second largest تاني اكتر اكتر تفضيل what are your team's chances of not for the finals ايه فرص التأهل بتاعت فريقكو للتأهل طبعا انت اخذ بالك ان اوف دي بعدها لكون الفعل وضف ال ing عشان ده حرف جر يبقى qualifying ومعناها اللي قومنا على بعضها ما هي what are your team's chances ما هي فرص التأهل للنهائيات 26 the more we study كل ما نزاكر اكتر كل ما نحصل على درجة اكتر يبقى زمور والقاعدة دي اسمها زى مقارنة زى مقارنة يعني زى مور زى better زى worse لا زى مقارنة it's always helpful to learn from your mistakes حاجة مهمة انك تتعلم من اخطائك because then your mistakes seem لان بعد كده اخطائك ستبدو ملهاش لازمة يبقى worse while اخطائك هتبقى حاجة ملهاش اي ستلازمة عمرك ما هتغلط يعني it's becoming not to find a job nowadays اصبح الامر اكثر تعقيدا انتيد وظيفة هذه الايام يبقى more difficult and difficult لا more and more المفروض more and more difficult more and more difficult more and more dangerous more and more يعني اكثر واكثر the rapid development of technology means that she is now far behind and will need يبقى بقولك ان التقدم او التغير في الوظيفة اللي من دول التقدم يعني البحثة في مجال التوظيف والتكنولوجيا معنى ان هي محتاجة تدريب اللي هي training او re training اللي رقم b تتدرب مرة تانية visitors were disappointed الزوار كانوا محبطين the museum closed ان يجدوا المتحف مغلقا يبقى too fine لرقم d القطعة بها دي اه انا هديكم اجابتها ودي اول مرة تحصل يعني الاسف اني مرهض جدا 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 ومش قادر اقرأ القطعة اطلاقا للاسف the according to the text crying is naturally activity اه وفقا للقطعة ديت البكاء ده من الاشياء انشطة اللي الناس بتستخدمها عشان تلتقم لما ستكون زعلان فبعاية فبرتاح the underlying word they كلمة زي بتشير للاولاد اللي في القطعة we understand from the passage that we bees we understand that we bees هم مقصود بها الافلام الحزينة اللي هي sad movies we bee يعني يبكى اصلا فهي تلك كده فبكاء films that make you cry الافلام اللي بتخليك بتجعلك تبكي الناس بتسمعها الناس اصلا في مصر بتحب الحزن يعني فعشان كده رقم b are often seen by many people اللي بتشاهد عن طريق بوسطة ناس كتير جدا the underlying word aquatic most properly refers to water حتى انت بتقول aqua مية يعني يبقى aquatic according to the text which of the following is true وفقا للنص اللي انت قرأته من فضول صح رقم cilia science has proved that crying is useful العلم أثبت ان البكاء مفيد crying is an emotional response that is characteristic of البكاء حاجة كده وجدانية من خصائص مين البشر البشر بيعيضت ونرول ليه يبقى humans the closest to the underlying word attention attention دي الاهتمام عكسها اللام وبلاء اللي اسمها indifferences الرقم دي معنها اللام وبلاء according to the passage which of the following is not true شوف راجع عمل لك not true بخط كبير ازاي من في دول مش صح blaming boys for crying reduces stress دا طبعا انت لما تلوم الطفل على انه بيبكي انت بتحزنه اكتر the most suitable title for this passage is اكتر عنوان مناسب للقطع دي قيمة الدموع the value of tears تعالى بعد دخل بعد كده على القصة ونشوف القصة دي اسئلتها اول واحد اذا مرشال promised the rassend the z المرشال وعد rassend the a the princess would be safe واذا هم اللي بنيسها تبقى امينة معاه او بعد كده فعلا he would protect the prince of lavia from the duke هيحميها من ال duke michael a both a and b كده بصان عن نبي من اولها كده باين a and b تاب رقم c او رقم d he would arrest michael and his man هيقبض عن مايكل رجالته لا معلوش كده prince of lavia proved to be patriotic اثبات ان هي وطنية when she told rassend the z لما قالت rassend the a حتى لو هي مش حابة الموضوع ده تعال نشوف she would do whatever was right for her انها هتقف عل فعلا ما هو صحيح بالنسبة لمستقبل ريتانية لما هو غصب عليها تمثل دوره او تقوم بدور الملكة لهو مرجعش despite being warned by saabt and robert what was the worst of michael's راسندل بيقولك ان بالرغم ان راسندل بالرغم ان راسندل تم تحذيره من saabt ان روبرت ده اسوأ واحد في الجنود الى ان اللي حصل was very cautious when robert كان راسندل حريس لما كانش حريس ده رح سلم عليه بغبوته was it ricked by robert who stabbed him هي دي راسندل تخدع من روبرت اللي طعانه الجملة ثانية كده بالرغم من نساء بتحذر راسندل الى ان هو تم خداعه it was rassendl's idea تو كانت فكرة راسندل ان هو يعمل ايه attack michael and his men ان استرلساو ان هو هاجم على مايكل رجالته في استرلساو ولا continue the game of pretending to be the king انه يمثل دور الملك طبعا دي بكل المقيس و بكل العبارات غلط هو اصلا كان رافض get johan to work for his for him as a spy هي دي راسندل اللي مراح هو فريتس عشان يقابله جوهان و طلب من البنت انها تجبقهم جوهان كان عشان كده it was dangerous to ride in the area around turning him unless in a large group كان صعب انك او غلط تمشي في المنطقة اللي حوالين ترللنهم اللي اذا كان معك جيوش كتيرة طب ليه لان واحد من رجال راسندل went out alone and was kidnapped by michael's men كان مشل واحده و بعدين اصيب من رجالك مايكل went out alone and was killed by michael و تم قتله طبعا دي ما حصلتش went out alone and was shot by one of michael's men كان ماشي وتم طلق اطلاق النار عليه حتى ثبت قال ان هو اطلق في ايده وهو نام في السرير فوق و خايفين الطلقة التانية تبقى مناصبك راسندل مايكل و رجالته هو راسندل really was but كان عارفين راسندل دامين تحديدا بس هما ما يقدروش يقولوا كده زي couldn't say in public اليافين زي couldn't say that in public فعلا هي رقم ايه رقم سبعة راسندل refused a million gold pieces in return for راسندل رفض ياخد مليون قطعة زهبية في مقابل انه يغادر روتانيا طب ليه مش ايه وان دي سي تيت طبعا دي رقم ايه helping michael ان شاعد مايكل ولا staying king forever طبعا دي ماكس هولف was so wicked zett ماكس هولف دا كان انسان شرير zett هو عمل ايه ماكس هولف الحاجة اللي عمله في حياته انه سبب ساعة في تثبيت المصورة فعلا رقم سي he helped to put up the pipe according to johan من واجهة نظر johan it wasn't easy to sleep at the castle of zenda because كان صعب انك انت تنام في القلعة بتاعت زنده طب ليه؟ تعال نشوف everyone in it was criminal هو دا اخر كلمتين قالهم جوهان قبل مايشي ان الناس كلها شريرة معادة الملك even if rasendel reminded remained king حتى وrasendel فضل الملك duke would still be there waiting for an opportunity to ويفضل مايكل مستني ومترقب ايه لحد ما يقتل rasendel وبعدين ياخد السلطة ويقتل الملك kill rasendel and take the crown هي رقم ايه طيب بعد كده احنا هنروح على الترجمة في الترجمة طبعا انا هقولك هنقرأ الجنب مبعد واقولك الايجابة ايه والباقين غلط ليه اول واحدة بقولك depression can happen to any of us as we age ايجا نتقدم في العمر and it usually impacts your energy ability الهواء الشهية يعني للاكل sleep and interest in work hobbies and relationships ايجابة القطعة دي رقم ايه طب الباقين غلط ليه الاول التانية دي غلط لانه بقولك انتقدم في العمر لا 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 علاقة له طبعا ده غلط هو قالك انه علاقة بالاكتئاب رقم ثلاثة رقم سي غلط ليه لانه في اخيرها خالص خالص قالك ويحدث ذلك فقط ويحدث ذلك فقط عندما يتقدم في العمر ما قالش كده طب والاخير اخير سي رقم دي غلط لانه قالك فيها غير شائع وهو في الجملة فوق قالك انه بيحصل مع التقدم في العمر ما قالكش انه غير شائع كن دقيقا في الترجمة على قد ما تقدر رقم واحد في رقم ستة باع اخر واحد في الترجمة او رقم بي معزرة باضافة الى فائدة التمارين الرياضية للجسم فيها تحسن حياتك المزاجية وتساعدك في التخلص من الاكتئاب والتوتر اي شباب انا قرأت الجمل دي قبل ما عملها دلوقتي في الفيديو يعني انت ما ينفعش تحل مجمع تقرأ انا قرأتها مرة واثنو وثلاثة عشان الكلمات ما بتبقاش ظهرة بشكل واضح ابدا وممرها ما تكون واضحة لان ده سؤال متحان سنوية عامة فاكيد مش بسيط يعني اجابة السؤال ده هي رقم ايه اللي فات برضو احنا قلنا الايجاب رقم ايه نسوش طبعا احنا قلنا رقم ايه الايجاب ايه اللي صح رقم هنا برضو ايه صح طب البقين غلط ليه تاني واحدة غلط لانه قال لك يعني هو بيصيبك بالاكتئاب لا طبعا التمرين ما بتصيبش بالاكتئاب واللي بعدها رقم سي قال لك بتسيء من حالتك المزاجية ده قال لك بتحسن الاخيرة قال لك بالرغم من التمرين مفيدة الى انها بتعمل كزا ما لكش بالرغم ديالك بتفيدك في حالتك المزاجية وتساعدك في التخلص من الاكتئاب خلصنا الحمد لله رب العالمين كده الواحدة دي ان شاء الله احنا ممكن بعد كده نعمل وحدة كاملة في شهر خمسة منه بس احنا ماشيين كويس والله لو بتذاكر وراي يبقى انت كده برينس وكده ان شاء الله يبقى انت ماشي صح وربنا يوفقك بأمر الله افكركم ان احنا في الشهر خمسة هنبقى نعمل ملفات بديف كتير وهنركز على القواعد الخارجية لانك انت منهجات مفتوح بحري السلام عليكم واتلا الله وبركاته